أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثالث السنوي الزراعي أهلاً وسهلاً بيكم في حلقة جديدة لبرنامج فني هندسة زراعية وحدة تشغيل وصيانة شبكات الرأي في الحلقة الماضية تكلمنا عن تعريف الرأي وتكلمنا عن طرق الرأي سواء كان الرأي بالغمر أو الرأي السطحي أو طرق الرأي الحديثة الرأي بالرش والرأي بالتنقيد في حلقة النهاردة هنتكلم عن العوامل اللي لازم أخلي بالي منها وأنا باختار طريقة الرأي بمعنى في مجموعة من العوامل على أساسها باختار طريقة الرأي اللي تصلح للأرض بتحتي وفي الجزء الثاني من حلقتنا بعد ما نتكلم عن العوامل والأخلي بالي منها وأنا باختار الطريقة بتاعة الرأي هنتكلم في الجزء الثاني عن التطور اللي حدث في الأجهزة وفي المعدات اللي بترفع المياه من الطرع ومن القنوات ومن البحيرات إلى الأرض التطور اللي بدأ بداية من الشدوف ودي كان أول آلة بيستخدمها الفلاع عشان يرفع المياه من الطرع ويوصلها للأرض رافعة من النوع الأول خشبة في نهاية التصقل وفي الناحية التانية بنحط الوعاء أو الإناء اللي أنا باملى به المياه بيستخدم الرفعة دية إنه هو آآ بينجل المياه أو إنه بيروي الأرض بتاعته ودي كانت أول آلة اللي هي الشدوف آآ استخدمها المصر القديم في آآ رفع الماء تطور شوية واستخدم الساجية وهنا استعان بالمجهود الحيوانات في إدارة الساجية وطلعت كمية مياه أكبر عشان تسمح برأي مساحات أكبر لحد مواصلنا النهاردة إلى استخدام المضخات سواء كانت بقى المضخات مضخات طردة مركزية أو مضخات غاطسة عدد كبير من أنواع المضخات سوف نتعرض له بالتفصيل تعالوا مع بعض نشوف عرض النهاردة الوحدة تشغيل وصيانة شبكات الرأي أول حاجة إيه هي العوامل اللي على أساسها هختار طرق الرأي المناسبة العوامل اللي على أساسها هختار طريقة الرأي المناسبة زي ما قلت في المقدمة بتاعتي إن أنا لما بقاجي أختار طريقة أروي بيها الأرض بتاعتي لازم أبص لمجموعة من العوامل هذه العوامل بتساعدني إن أنا أختار الطريقة المسلى والأنسب عشان أستخدمها في الرأي أول عامل توبغرافية الأرض تباصه ديه بتوبغرافية الأرض الأرض بتاعتي دي شكلها إيه مستوية ولا فيها حتة مرتفعة وحتة منقفضة إذن أول عامل من عوامل اختيار طرق الرأي المناسبة توبغرافية الأرض فيفضل استخدام طريقة الرأي بالغمر في الأرض المستوية عند أرض مستوية أصلا مش أنا أسويها وبالتالي ممكن أن أنا أعمل لها عملية رأي بالغمر أو رأي سطحي أو التي ممكن أن أنا أسويها بتكلفة قليلة إذن لو عندي أرض مستوية أو هسويها بدون تكون التكلفة عالية ممكن أن أنا أستخدم فيها طرق الرأي التقليدية سواء كان الرأي بالغمر أو الرأي السطحي طب أننا لو عندي أرض مش مستوية أو أن تكلفة استواءها عالية جدا هنستخدم طرق الرأي الحديثة زي يفضل الرأي بالرزاز أو التنقيد يبقى هنستخدم هنا طرق الرأي الحديثة سواء كان التنقيد أو الرش تاني أول عامل من العوامل اللي على أساسها بختار طريقة الرأي اللي بستخدمها توبغرافية الأرض واقصد بها مدى استواء الأرض لو عند الأرض مستوية أصلا أو أننا هعمل لها عملية تسوية ومش هتكلفني كتير لأن طبعا زي ما هو مكتوب قدامنا أن استواء السطح الأرض شرط أساسي لانتظام عملية توزيع المياه فبستخدم فيها طرق الرأي التقليدية سواء كان بالغمر أو الرأي السطح لكن لو أرض غير مستوية أو شديدة الانحضار أو أن تكلفة تسوية هذه الأرض عالية جدا هستخدم طرق الرأي الحديثة سواء كان بالرزاز بالرش أو بالتنقيد لأن عدم استواء الطربة مش هيعطلني في استخدام ولا يعوق استخدام طرق الرأي الحديثة سواء كانت الرأي بالرش أو الرأي بالتنقيد العامل الثاني موقع قطاع الطربة وأقصد به إيه هنا الأرض دي صحراوية خفيفة ولا أرض طينية ولا أرض رملية الأرض دي نحة إيه فلا تستطيع الأرض الصحراوية الخفيفة والخشنة لاحتفاظ بالماء مما يؤدي إلى أن الماء دي بتتصرب مقدار كبير منها إلى باطن الأرض عند استخدام طرق الرأي التقليدية سواء كان الرأي السطحي أو الرأي بالغمر ومن هنا بتقل كفاية الرأي مش بس كده وبيكون فاقد كبير جدا من الماء وبالتالي ما ينفعش إن أنا أستخدم طرق الرأي التقليدية سواء كانت الرأي بالغمر أو الرأي السطحي في الأراضي الصحراوية الخفيفة والخشنة لدرجة إن كفاءة استخدام طرق الرأي التقليدية في هذه الأنواع من الأرض بتقل لتصل 45% أقصى حاجة بتصل إليها 45% طبعا دي كفاءة فشلة جدا فبالتالي لا يجوز مطلقا إن أنا أستخدم طرق الرأي التقليدية في رأي الأراضي الصحراوية سواء الخفيفة أو الخشنة طيب كفاءة استخدام طرق الرأي الحديثة زي الرأي بالرزاز والتنقية فوق الستين في المية وتصل إلى تمانين في المية وبالتالي العامل الثاني من العوامل على الأساسة بحد الطرق الرأي المناسبة اللي هو موقع قطاع الطربة وهنا بنقول في حالة الأراضي في حالة الأراضي الصحراوية الخفيفة لا يجوز مطلقا إن أنا أستخدم طرق الرأي التقليدية سواء كان بالغمر أو الرأي السطحي لأن كفاءة الرأي بتنقفض ما بتزيدش عن خمسة واربعين في المية ويفضل استخدام طرق الرأي الحديثة سواء كان بالرش أو بالتنقية واللي كفاءتها فوق ستين في المية وبتصل إلى تمانين في المية ثالث عامل كمية المياه المتوفرة ونوعياتها كمية المياه المتوفرة ونوعياتها عندما تكون نقطة المياه شحيحة وغير متوفرة يعني المنطقة لنا فيها المية فيها شحيحة وغير متوفرة يصبح من الأنسب استخدام الطرق التي توفر في استهلاك المياه لو المنطقة اللي أنا فيها الأرض بتاعتي واللي أنا هاختر لها طريقة من طرق الرأي المية فيها شحيحة وغير متوفرة إذن لما أجي أختارها أختار إحدى الطرق التي توفر في استهلاك المياه مع الأخذ بعين الاعتبار نوعية هذه المياه حيث لا تصلح المياه الملحة للري بالرش على النباتات العامل الثالث ده يقصد بإيه يقصد بإيه يقصد بإيه أنه هو يقول لي أن كمية المياه المتوفرة ونوعيتها مش كمية المياه بس ونوع المياه دي من أهم العوامل اللي بتحدد لي طريقة الرأي اللي أنا بستخدمها بمعنى لو أنا في منطقة فيها مياه كتير متوفرة ممكن أستخدم طرق رأي تقليدية زي الرأي بالغمر أو الرأي السطحي طب لو أنا في منطقة فيها مياه شحيحة وغير متوفرة قولا واحدا هستخدم طرق الرأي الحديثة سواء كان الرأي بالرش أو الرأي الموضيعة أو الرأي اللي هو الرأي بالتنقيد ولكن ركز معايا في كلمة لكن دي ولكن الموضوع مش كمية مياه متوفرة بس لكن نوع المياه كمان بمعنى لو أنا عندي المنطقة اللي أنا فيها الأرض بتحتي واللي أنا محتاج أختار نظام من نظم الرأي عشان نرويها فيها مياه شحيحة وليلة يبقى قولنا قولا واحدا هل جاء إلى طريقة من طرق الرأي الحديثة سواء كان رأي بالرش أو رأي بالتنقيد لكن نوعية المياه دي كمان بيحتم علي أنه أخير بين طريقتين الرأي الحديثة أختار الرأي بالرش والرأي بالتنقيد لو المياه فيها نسبة ملوحة ما ينفحش أستخدم طريقة الرأي بالرش على النباتات هتؤدي إلى مشاكل كتير جدا للنبات وهنا هل جاء إلى طريقة الرأي بالتنقيد إذن العامل الثالث من العوامل اللي بتحدد طريقة الرأي اللي أنا بستخدمها لأرض الرأي بتاعتي كمية المياه المتوفرة في المنطقة ونوحة كمية المياه المتوفرة في المنطقة ونوحة تابع العامل رقم أربعة نوع المحصول عوامل تابع عوامل اختيار طرق الرأي المناسبة العامل رقم 4 نوع المحصول تنمو أغلب المحاصيل جيدا بصرف النظر عن طريقة الرأي المتبعة المحاصيل بتنمو ملهاش علاقة بطريقة الرأي المتبعة بإسسناء بعضا بشرطة أن أنا أوصل المحتوى الرطوبي للجزول للمحتوى المطلوب تاني نوع المحصول معظم المحاصيل أو أغلب المحاصيل بتنمو بصرف النظر عن طريقة الرأي اللي أنا بتتبعها بشرط أن أنا أوصل المحتوى الرطوبي للجزول اللي المحتوى المطلوب بإسسناء بعض المحاصيل دي اللي هي ذاتها طبيعة خاصة زي الأرز طيب رقم 5 مساحة الأرض ومدى قابلية تركيب أنظمة الرأي المختلفة نوع الشبكة اللي أنا باستخدمها في الرأي بتتوقف على مساحة الأرض بتحتي ويمكن من أهم المعوقات في استخدام شبكات الرأي الحديثة سواء بالتنقيت أو بالرش تفتيت المساحة الزراعية نتلاجل مساحة الأرض الزراعية صغيرة نصف الدان وأقل وبالتالي مساحة الأرض ومدى قابلية هذه الأرض لأننا أركب فيها أنظمة الرأي الحديثة المختلفة أحد العوامل اللي بترغمني أن أنا أستخدم طرق الرأي التقليدية سواء كان الرأي بالغمر أو الرأي السطحي آخر حاجة في عوامل اختيار طرق الرأي المناسبة توفر رأس المال توفر رأس المال والعمال المدربة لأن زي ما اتفقنا أن استخدام أو إن إنشاء شبكات الرأي الحديثة سواء كانت بالرشة أو بالتنقيد بتحتاج رأس مال ومش رأس مال بس وبتحتاج إلى عمال المدربة تقدر تشتغل على الشبكات دي وبالتالي توفر رأس المال والعمال المدربة من العوامل أو من أهم العوامل على أساسها باختار طرق الرأي المناسبة النقطة اللي بعد كده هنتكلم في التدرج في الآلات التي استخدمت لرفع المياه وزي ما قلت في المقدمة بتحتي أول آلة استخدمناها عشان نرفع المياه من البحيرات للأرض كان الشدوف زي ما قدامنا في الصورة كده أول آلة اخترحها الفلاح وصممها الفلاح عشان تسهله عملية رفع الأرض كان الشدوف وقالت الشدوف تعتبر من أقدم الطرق التي استخدمها الإنسان في رفع المياه والتي توفر عليه جهد كبير خشبة فرع شجرة حط في نهاية سقل وفي النحية التانية ركب الإناء اللي بيشيل به المياه من الترعة طيب تطور شوية استخدم الساجية لما ازدادت حاجة الإنسان إلى كميات أكبر من المياه عاوز كميات مياه أكبر عشان يستخدمها في الزراعة اخترع آلة السقية وكمان آآ وفرت جهده لإن استخدم فيها طاقة الحيوان عشان يشغلها ازا بعد الشدوف زادت حاجة الإنسان إلى كميات أكبر من المياه الشدوف ما عادش نافع عشان استخدمها في الزراعة اخترع الساجية واللي استخدم فيها طاقة الحيوان عشان تشغلها الوقت الحالي بقى وصلنا إلى المضخات إيه هي المضقة؟ أما في وقتنا الحالي نستخدم المضخات لرفع وتحريك السوائل من مكان إلى آخر إذن المضخات بترفع وتحرك السوائل من مكان إلى آخر آلات ميكانيكية المضخات آلات ميكانيكية بتستخدم لرفع مش رفع بس لرفع وتحريك السائل من مكان إلى آخر وهي عبارة عن آلة بيدور فيها عضو دوار داخل غلاف محكم غلاف المضخة عضو دوار داخل غلاف محكم اسمه غلاف المضخة فبيسحب السائل إلى داخلها لما بيدور العضو الدوار ده داخل الغلاف المحكم اللي هو غلاف المضخة ده فبيسحب السائل الى داخلها ليبزل عليه شغل بمقدار طاقة حركته فبيختزل السائل هذا الشغل في صورة طاقة تتسبب في ارتفاع في ضغطه وتجعله يخرج مندفعا من مخرج المضخة اللي انا قلت ده الفكرة الفيزيائية لعمل المضخة تشتغل ازاي طيب تعالى نعرف المضخة بقى تعتبر المضخات ثاني اكثر الالات استخداما وانتشارا بعد المحرك الكهربي تعتبر المضخات اكثر الالات استخداما بعد المحرك الكهربي طيب وهي الى ايه هي الى ميكانيكية تستخدم لزيادة الطاقة الهيدروليوكية للسائل بتزود الطاقة الهيدروليوكية للسائل في اثناء مروره عبرها مما يؤدي الى رفع ضغط السائل وزيادة سرعته وبالتالي رفع السائل من مستوى معين الى مستوى اعلى وبالتالي رفع السائل من مستوى معين الى مستوى اخر اعلى من مستوى السعب تاني هنعرف المضخة قلنا ان هي من اكثر الالات استخداما بعد المحرك الكهربي وقلنا انها الى ميكانيكية وقلنا انها بتستخدم الطاقة بتستخدم عشان تزود الطاقة الهيدروليوكية للسائل في اثناء مروره بها وده بيؤدي الى رفع ضغط السائل وزيادة سرعته وبالتالي بيرتفع السائل ده وهو في حالتنا هنا المية من مستوى معين الى مستوى اخر اعلى منه ده انواع المضخات والحقيقة انا جايبها لك للمعرفة لا اكثر ولا اقل عندنا مضخات ايجابية ومضخات ديناميكية المضخات الايجابية في منها نوعين مضخة رددية ودي في منها تلات انواع مضخة رددية بنسميها مكبس وفي مضخة رددية كباس ومضخة رددية غشاء النوع التاني من المضخات الايجابية بنسميها مضخة ايجابية دوارة ودي في منها اربع انواع مروحية ذات ريش ومكبسية وحل ذوانية وترسية النوع التاني من المضخات المضخات الديناميكية ودي في منها نوعين الطرد المركزية والخاصة الطرد المركزية بتنقسم الى نصف قطرية ومختلطة ومحورية والمضخات الخاصة بتنقسم الى نافورية وكهرومغناطسية ورفع بالغاز انا بس حبيت اعرفك تصنيف المضخات وتأسمها على حسب ايه اللي انا هنهتم بيه هنا المضخة الطرد المركزية والمضخة الغاطسة هنبدأ نتكلم عن المضخة الطرد المركزية اللي هي قدامنا دي هنقول ان هي مضخة بسيطة التصميم تصميمها بسيط ولكن كفائتها عالية والتصرف بتاعها عالي اذا اول تلت خصائص في المضخة الطرد المركزية ان هي بسيطة التصميم ولكن الكفاة بتاعتها عالية والتصرف بتاعها عالي المشكلة فيها ان الرفع بتاعها محدود نسبيا اقصى طاقة سحب ستة متر اقصى طاقة سحب ممكن تسحبها ستة متر طول عمود السحب بتاعها ستة متر اللي هي المسافة بين ايه بين سطح الترنبا وسطح الماء تاني تاني الترنبا الطرد المركزية بتمتاز بانها بسيطة التصميم وان الكفاة بتاعتها عالية والتصرف بتاعها عالي لكن المشكلة اللي فيها اول عيب بتاعها ان هي الرفع بتاعها محدود نسبيا لان عمود السحب بتاعها ستة متر يعني المسافة بين سطح الماء وسطح الترنبا ستة متر اقصى طاقة سحب ستة متر بتصل طاقة الطرد بتاعتها الى ستين متر ستين متر يبقى كم ضغط جوه احنا جلنا واحد ضغط جوه عشر متر يبقى ستين متر يعني ستة ضغط جوه ويستخدم هذا النوع عندما يكون مصدر المياه المتاح وده قلناها قبل كده المياه السطحية سواء كانت المياه دي مضطرع او البحيرات او الخزانات السطحية تاني تتميز المدخة الطرد المركزية بانها بسيطة التصميم وتصرفها عالي وكفاءتها عالية لكن عمود السحب بتاعها قليل ستة متر ويعني ايه عمود السحب؟ يعني المسافة بين سطح المدخة وسطح المياه الطرد بتاعها كتير بيصل الى ستين متر ستين متر يعني ستة ضغط جوه لانه كل واحد ضغط جوه بعشرة متر طيب متى نستخدم المدخة الطرد المركزية لما يكون المصدر اللي باخد منه المياه مصدر مياه سطحية يعني طرع او بحيرات او خزانات سطحية طيب تعالى نتكلم عن مميزات المدخة الطرد المركزية واحد بساطة التصميم ودي قلناها اتنين كفاءة عالية تلاتة تصرف عالي اضف الى ذلك سهولة التركيب يبقى التلاتة اللي قلناهم واحنا بنشرح المدخة قلنا انها بتمتاز بساطة في التصميم وكفاءة عالية وتصرف عالي اضف اليهم سهولة التركيب وقلة التكلفة سعرها قليل كذلك سهولة الصيانة واخر حاجة تلائم سرعات سرعات المحركات المختلفة اذا لما اسألك ايه هي مميزات المدخة الطرد المركزية هتقول لي السبع مميزات دول بساطة التصميم وكفاءة عالية وتصرف عالي بالاضافة الى سهولة التركيب وقلة التكلفة وسهولة الصيانة كما انها تلائم سرعات المختلفة للمحرك لكن عبها اللي احنا قلناه ان مقدار الرفع هذه المياه محدود نسبياً عمود السحب بتاعها ما بيتعداش ستة متر طيب ايه هي مجال استخدام المدخة الطرد المركزية واحد ضخ المخلفات المائية المحملة بالمواد الصلبة بتضخ المخلفات المائية المحملة بالمواد الصلبة وتستخدم في محطات الصرف اثنين ضخ المياه النقية ثلاثة ضخ ورفع المياه من الخزنات او البحيرات او الجداول وممكن الابار الضحلة مش العميقة اللي لا يزيد عمود السحب عن ايه برافو عليكم عن ستة امطار تاني مجال استخدام المدخة الطرد المركزية واحد ان انا بضخ المخلفات المائية المحملة بالمواد الصلبة وان دي بتستخدم في محطات الصرف ومحطات المعالجة اتنين ضخ المياه النقية تلاتة ضخ ورفع المياه من الخزنات او البحيرات او الجداول من مصدر ماء سطحي ويجوز ان احنا نضخ المياه او نسحب المياه من الابار بشرط ان الابار دي تكون ضحلة في كلتا الاحوال لا يزيد طول عمود السحب عن ستة متر وقلت اقصد بعمود السحب المسافة بين مصدر المياه وبين سطح المدخة عندنا نوعين من انواع المدخات الطرد المركزي اوفقية ولو قلت مدخ الطرد المركزي اوفقية يبقى على طول تعرف ان المروحة بتاعدتها رأسية ولو قلت ان مدخ الطرد المركزي رأسية يبقى على طول تعرف ان المروحة بتاعدتها اوفقية يبقى عندنا نوعين من انواع مدخات الطرد المركزي واحدة اوفقية والمروحة بتاعت زي ما قلتها تكون رأسية وبتتصل بعمود دوران أفقية النوع الثاني مدخة طرد مركزة رأسية بتكون المروحة فيها إيه؟ أفقية وبتتصل بعمود دوران رأسي طب إيه الفرق بين المدخات الرأسية أو الأفقية؟ قالك إن تمتاز المدخة الرأسية ببعض الأمور عن المدخة الأفقية زي إيه؟ أولا إن أنا ممكن أنزلها إلى العمق اللي أنا عايزه انزلها إلى العمق المناسب اثنين سعرها أرخص من المدخات الأفقية تلاتة تستخدم ضمن مدى واسع من ظروف الضخ المختلفة أربعة إما أن تكون غاطسة في الماء أو مكشوفة إذن النوع الثاني من أنواع المدخات الطرد المركزي اللي هي الرأسية اللي تكون فيها المروحة أفقية ومتصلة بعمرود دوران رأسي أفضل ليه؟ لسبب بسبب مجموعة من المميزات أول ميزة إن أنا ممكن أنزل المدخة دي للعمق اللي أنا عايزه وده ما كانش موجود في المدخة الطرد المركزي الأفقية تاني حاجة إن سعرها أرخص من مدخة الطرد المركزي الأفقية التالتة والأهم بتشتغل ضمن مدى واسع من ظروف الضخ المختلفة آخر ميزة كمان إن هي لها نوعين إما تكون غاطسة ممكن إن أنا غاطسة في الماء أو تكون مكشوفة آآ فوق سطح الماء عندي تلات مفاهيم أساسية لابد إن دك تكون ملم بيهم عشان تقدر تصمم المدخة اللي هتستخدمها في أي شبكة من شبكات الرأي بالرش أو التنجيد أول مفهوم عمود السحب الاستاتيكي تاني مفهوم عمود الطرد الاستاتيكي آخر واحد العمود الاستاتيكي الكل عمود السحب الاستاتيكي المسافة الرأسية بين مركز المضخة وسطح الماء المسافة بين مركز المضخة وسطح الماء بنسميها عمود السحب الاستاتيكي عمود الطرد الاستاتيكي المسافة الرأسية بين مركز المضخة والفتح التفريغ الماء اللي تنبع بعض بيدون العمود الاستاتيكي الكل طب واحد هسألني يا مستر أنا هستفيد إيه لما أعرف الحاجات دي لما تروح تشتري المضخة وتفتح الكتالوج بتاعها هتلاقي مكتوب عمود السحب الاستاتيكي كذا وعمود الطرد الاستاتيكي كذا إذا معرفتك بالمفاهيم دي هيعرفك بإمكانيات المضخة اللي انت بتشتريها وبالتالي مدى ملاءمتها للوظيفة أو للشغل اللي انت عايز تجيبها علشانه ثلاث مفاهيم مهمين عمود السحب الاستاتيكي المسافة الرأسية اللي بين مصدر الميا في البير ومركز المضخة عمود الطرد الاستاتيكي هو المسافة الرأسية بين مركز المضخة وفتح التفريغ الماء لو جمحتهم الاتنين يديوني عمود العمود الاستاتيكي الكل طيب عمود الفقد بالاحتكاك جالك هو مقدار الفاقد اللي بيفقد اللي بنفقده نتيجة الاحتكاك بين الماء وجدران المضخة والانبيب يبقى عمود الفقد بالاحتكاك يبقى بنفقد قده بسبب الاحتكاك اللي بيحصل للماء مع جدران المضخة وانبيب السحب والطرد يبقى عمود الفقد بالاحتكاك مقدار الفاقد بسبب الاحتكاك بين الماء وجدران المضخة والانبيب طيب ضغط السرعة هو الضغط الذي يتحول الى سرعة اندفاع للماء ضغط السرعة هو الضغط الذي يتحول الى سرعة اندفاع للماء وقلنا ان المفاهيم ديه الماني ومعرفتي بيها بيسهل لي لما اروح اشتري المضخة ان انا اعرف امكانيات المضخة دي ومدى ملاءمتها للشغل اللي انا عايزه خواص مضخة الطرد المركزي اول خاصية فيها ان هي سهلة التشغيل ودي احد مميزاتها اتنين ملاءمتها لمدى واسع من سرعات التشغيل ودي برضو احد المميزات اللي قلنا عليها ان هي مناسبة لمدى واسع من سرعات تشغيل المحرك بيعتمد مقدار التصرف والضاغط على سرعة دوران المروحة وقطرها وعرضها مقدار التصرف والضاغط وهنا انا كلمتك بالمفاهيم اللي انا شرحتها مقدار التصرف والضاغط بيعتمد على سرعة دوران المروحة وقطر المروحة وعرضها القدرة الحسنية لتشغيل المضخة على التصرف والضغط وكفاية المضخة آخر حاجة يمكن أن يتأثر أداء المضخة بحكتين لو أنا غيرت المضخة أو غيرت المحرك اللي بشغل المضخة يمكن أن يتأثر أداء المضخة بتغيير المضخة أو المحرك أو كلاهما عندي مجموعة من الحاجات أنا لازم أن أخلي بالي منها أول حاجة أسب الشروط اللي أنا لازم أراعيها لما يجي أسبت المضخة بتاعت وبعد كده هتكلم على الشروط اللي لازم أراعيها وأنا بشغل المضخة طيب الشروط اللي براعيها وأنا بسبت المضخة واحد يجب أن يكون الموقع ملائما للفحص الدوري والصيانة المكان اللي أنا أحطه في المضخة لازم يكون ملائم أن أقدر أفحص المضخة وأعمل لها صيانة اتنين أن يكون مكان المضخة قريب من مصدر المياه بقدر الإمكان تلاتة أسبت المضخة بتاعت على قعدة خرصانية متينة بواسطة مصامير أربعة أغط المضخة عشان أحافظ عليها من المواد الغريبة ومن الطراب خمسة يجب مراعاة ضبط الاتجاه عند ربط المحرك مع المضخة لما أجي أربط المحرك بالمضخة مهم جدا أن أخلي بالي من الاتجاه عشان كده قلنا يجب مراعاة ضبط الاتجاه عند ربط المحرك بالمضخة النمر اللي بعد كده يفضل تغطية محور الدوران وأجزاء المتحركة محور الدوران والأجزاء المتحركة يفضل أن نغطيها عشان محدش يتعرض للإصابة النمر اللي بعد كده يجب أن تكون قاعدتها أفقية وأنا بسبت المضخة يجب أننا نحرص بقدر الإمكان أن تكون قاعدة المضخة أفقية نحن قلنا أن نحن بنسبتها على قاعدة خراصينية بوسطة مصامير وأنا بعمل لها عمليات التثبيت يجب أننا أحرص أن تكون المضخة أفقية يجب التحقق من حركة دوران المحرك في الاتجاه الصحيح ودي مهمة جدا برضو من النقاط الفنية المهمة يجب أننا أتحقق أن المحرك بيدور في الاتجاه الصحيح يجب عدم توصيل وربط الأنابيب قصرا يوصو ديبا بحكاية ربط الأنابيب قصرا لما أجي أربط أنابيب السحب أو أنابيب الطرد بالمضخة بتاعت مربطهاش قصر يعني مربطهاش بالعافية لابد أن تكون سلسة في ربطها آخر حاجة يجب أن لا ترتكز أنابيب السحب والطرد على المضخة أنابيب السحب والطرد بتاعت يجب أن هي ما تحملش على المضخة تشغيل مضخات الطرد المركزي لو بسط للمضخة بتاعتها نلاقيها أدي أنبوب الطرد أنبوب الطرد ودي أنبوب السحب بص على الشكل اللي أنا رأس مبيدي ده ده أنبوب أنبوب الطرد اللي بتطلع منه المية وده أنبوب إيص سحب ودي المضخة ده عمود إدارة المضخة ده عمود إدارة المضخة وده القرنة ده المحرك الكهرابي اللي بشغل المضخة وده عمود إدارة المحرك واللي تحت ده الأساس اللي بتثبت عليه مكونات المضخة طيب تعالوا بقى نتكلم ازاي بنشغل مدخات الطرد المركزي ازاي بشغل مدخات الطرد المركزي اولا هي تعمل على مبدأ الطرد المركزي عشان كده شمناها ايه مدخة طرد مركزي هذه المدخات لا يمكن ان تعمل الا اذا كانت حجرة المدخة مليانة مية او تمت تهيئتها قبل التخشيل مدخة الطرد المركزي ما ينفحش ان انا اشغلها غير تكنت الغرفة او الحجرة بتاعة المدخة مليانة مية اولا لا عملت لها تهيئة قبل ما اشغلها تاني تاني مدخات الطرد المركزي اللي قدامنا دي بتعمل على فكرة الطرد المركزي لما اجي اشغلها مش هتشتغل الى اذا كانت حجرة المدخة فيها مية او انا هيقتلها مية قبل التشغيل مهارة تشغيل المدخات الطرد المركزية يجب ايجادتها تب ليه ليه انا عايزك تبقى عندك مهارة تشغيل او انت مجيد في مهارة تشغيل المدخة الطرد المركزية عشان ازود معدلات اداء المدخة تصرف والضغط وكذلك ان انا اقلل المشاكل المتوقعة زي التهكف ويزيد العمر الافتراضي دي المدخة طيب عشان تكتسب المهارة بتاعة تشغيل المدخات لازم انا اتبع التعليمات اللي قلناها في الاول اللي هي ازاي سبت المدخة ويجب ان انا اعرف هراعي ايه قبل التشغيل ما يجب مراعاته قبل التشغيل واحد التأكد ما ان جميع الوصلات في انابيب السحب مانعة للتصرب الهواء تماما التأكد ان كل الوصلات في انابيب السحب ما بتصربش هوا اتنين التأكد من ان جميع اجزاء المتحركة للمدخة ووحدة الطاقة متشحمة كل الاجزاء اللي متحركة في المدخة ووحدة الطاقة متشحمة على حسب توصيات المنتج على حسب توصيات المنتج بتاع المدخة تلاتة ان انا اتبع الخطوات اللي اعدها المنتج لبدء تشغيل وحدة القدرة اذا في مجموعة من الشروط لازم اراعيها قبل ما شغل المدخة اول واحد ان نتأكد ان جميع الوصلات في انابيب السحب ما بتصربش هوا اتنين ان جميع الاجزاء المتحركة متشحمة كويس حسب توصيات المنتج المنتج وثلاثة ان اتبع خطوات اللي اعدها المنتج لبدء تشغيل وحدة القدرة ايه تاني لابد ان اتأكد حرية ان ادور المدخة بايدي بسهولة حرية دوران المدخة باليد اتنين وصلات سائل الحشو ومياه التبريد مضبوطة ومربوطة بالاحكام اتأكد ان الوصلة بتاعة مياه التبريد وسائل الحشو مضبوطة ومربوطة باحكام تلاتة اتجاه دوران محرك المدخة في الاتجاه الصحيح وده انا قلته في الشروط وانا بثبت المدخة وبقوله تاني قبل التشغيل ان انا اتأكد ان اتجاه دوران محرك بتاع المدخة في الاتجاه الصحيح لاتجاه دوران المدخة اربعا ان انا باغلق سمام التصرف المركب على مصورة الطرد خمسة كذلك باغلق محبس وصلة مقياس الضغط ستة احكام حشو صندوق الحشو الصندوق بتاع الحشو بحشيه وبربطه كويس سبعة غلاف المدخة ومصورة السحب بيكون مليانين تماما بالمية وحنا قلنا ان عشان المدخة تشتغل لازم يكون غرفة التحضير او مليانة مية وبالتالي شرط اساسي جبل ما شغل المدخة ان انا اتأكد ان غلاف المدخة ومصورة السحب مليئة تماما بالماء طيب ازاي بقى بحضر المدخة او ازاي باملق غلاف المدخة ومصورة السحب بالماء اللي هي الطرق تحضير المدخة قلنا عشان المدخة تشتغل عشان المدخة تشتغل لازم يكون غلاف المدخة ومصورة السحب مليانين مية طيب وده بنسميها تحضير المدخة طيب ازاي بحضر المدخة ده اللي هتكلم عنه اذا ما هو التحضير ولماذا نحتاجه يعني تحضير المدخة بالمية وليه احنا محتاجينه بداية اذا كان منسوب المياه في مصدر السحب اعلى من مستوى الطرمبة يعني منسوب المياه في مصدر السحب اعلى من مستوى الطرمبة فهنا انا مش محتاجة حضر لان كده كده هتكون غرفة الطرمبة مليانة مياه ومش محتاجة نعمل لها عملية تحضير لان الماء هيكون راكبا للطرمبة مالئا خط السحب والطرمبة وبالتالي هنا انا مش محتاج لأعمل تحضير ولا اعمل حاجة هشغل المدخة مباشرة ولكن لو افترضنا انك استخدمت وحدة ضخ طاردة مركزية استخدمت مدخة طاردة مركزية وكان مستوى السائل مستوى المياه في مصدر السحب اقل من مستوى المدخة اقل من مستوى الطرمبة او المدخة وبدأت التشغيل يعني غرفة المدخة مش مليانة مياه ولا خط السحب مليان مياه ليه لان المصدر بتاع الماءة اقل من مستوى الطرمبة وشغلتها هلاجئ سوف تجد ان السائل لا يرتفع داخل مصورة السحب سوى عدة سنتيمترات هتشغل المضخة هتلاقي ان السائل ارتفع 22-23 سنتيمتر وخلاص على كده تاني يبقى تحضير المضخة وليه بنحتاجه قلت لو منسوب المية في مصدر السحب اعلى من مستوى المضخة فهنا انا مفيش داعي نعمل عملية التحضير لان اوتوماتيك هيكون السائل راكب للطرمبة ومالي خرطوم السحب ولكن لو انا شغلتها ومصدر السحب اجل من مستوى الترمبة المية هترتفع في مصورة السحب سنتيمترات وخلاص على كده طرق تحضير الترمبة عندنا نوعين طرق تحضير الترمبة عندنا نوعين الترمبات الطردة مركزية من حيث التحضير ترمبة طردة مركزية ذاتية التحضير وترمبة طردة مركزية بتحتاج الى التحضير اليدوي ترمبة طردة مركزية بنعمل لها تحضير يدوي وترمبة طردة مركزية ذاتية التحضير طيب الاول التحضير العادي ان انا عندي ترمبة طردة مركزية وعاوز اعمل لها تحضير ام لغرفة الترمبة بالمية وخرطوم السحب بعمل ايه هستخدم هنا التغذية من مصدر خارجي ازاي قالك ان هملة الترمبة وخط السحب بالمية من خلال طب التحضير الترمبة ودي فتحة بتكون موجودة في اعلى جسم الترمبة في اعلى جسم الترمبة بنلاقي فتحة بنسميها ايه طبت تحضير الترمبة وحدة وحدة وركز معي انا هنا عاوز احضر الترمبة يعني ايه احضر الترمبة يعني عايز املى غرفة الترمبة بالماء ومصورة السحب فهعمل ايه هعمل ايه قالك عندك طريقتين الطريقة الاولانية ان في بعض انواع الترمبات بيكون في اعلى جسم الترمبة طب بنسميها طب التحضير بنغزيها بالمية بنحط في طبت التحضير دي مية تمام طيب وهنا بيلاحظ ايه بقى اهمية تركيب محبس قدم اللي بنسميه محبس عدم رجوع في نهاية مصورة السحب ليه عشان يمنع رجوع السائل من خط السحب الى اسفل مرة اخرى بعد تحضير الايه الترمبة وملء خط السحب وبالتالي استخدام هذا المحبس يمكنك من التحضير فقط عند اول مرة ايه تشغيل طب واحدة اقوله قولها لنا تانية مستر عشان توصل لنا تاني انا عايز احضر الترمبة الطرد المركزية للتشغيل طيب قلت ان فيه نوع من الترمبات الطرد المركزية بيبقى فيه طبة موجودة في اعلى جسم الترمبة الطبة دي باملها بالمية تمام تمام طيب فيه مهم حاجة بقى كمان عشان مش كل مرة اشغل المضخة ااملها مية بنحتاج لمحبس قدم بنسميه محبس قدم او محبس عدم رجوع بيتركب فين بقى المحبس ده قل لك ان هو بيتركب في اخر مصورة السحب تفايدته ايه قال لك ان فيدته انه بيمنع رجوع الماء من خط السحب الى اسفل مرة اخرى بعد تحضير الترمبة وملء خط السحب وبناء عليه لما استخدم هذا المحبس هنحضر الترمبة في اول مرة عند التشغيل ومش محتاجين ان احنا نحضرها تاني طب الطريقة التانية توصيل ترمبة تحضير خارجي بالترمبة الرئاسية هجيب ترمبة تحضير صغيرة اوصلها بالترمبة الرئاسية بتعملي بقى ترمبة التحضير دي بتسحب الهوى اللي في الترمبة الرئاسية وبيحل محل ايه الم برافع عليكم ترمبة توصي بنوصل ترمبة التحضير خارجي وطرمبة التحضير الخارجي دي بنوصلها بالترمبة الرئاسية بتعمليه زي ما انا قلت برافع عليكم بتسحب الهوى من الترمبة الرئاسية وبيحل محله الماء النوع التاني من الترمبات الترمبات زيتية التحضير وديت مش محتاجة ان انا احضر لها سواء عن فتحة اللي هي فتحة التحضير او ان انا استخدم ترمبة خارجية لا ده هي مصممة ان هي زيتية التحضير تاب ازاي يا مستر النوع ده بتصمم الترمبة اللي تحتوي على تجويف الناس اللي صمموا الترمبة المنتج اللي صمموا الترمبة المهندس اللي صمموا الترمبة صممها بحيث تحتوي على تجويف او غرفة داخل جسم الترمبة بتحتوي على ايه على تجويف او غرفة داخل جسم الترمبة بتاع فايدته ايه قالك بيحافظ على وجود بعض السائل بداخله الغرفة دية بتخزن فيها بعض السائل ويظل هذا السائل موجود حول المروحة عشان نستخدمه الطلومبة في تحضير نفسها ذاتيا للمرة القادمة طب تاني طلومبة ذاتية التحضير في النوع ده المهندس اللي صمم الطلومبة عمل فيها تجويف او غرفة داخل الجسم فايدته ايه التجويف او الغرفة دية ان هو بيحتفظ ببعض السائل ببعض المياه جواه وبالتالي لما تشغل الطلومبة تاني الطلومبة تحضر نفسها من غير حضرتك ما تعمل اي حاجة ولكن يجب العلم ان الطلومبات ذاتية التحضير تحتاج ايه اه اولا ان يكون الجسم مملوء بالسائل ما مش هجيلك من المصنع ما ليلك الغرفة دي بالسائل فانت بتملأ الغرفة دي اول مرة بس ساعة ما تشتريها بالسائل وخلاص على كده عشان كده قلت ايه ولكن يجب العلم ان الطلومبات ذاتية التحضير بتحتاج اولا ان يكون الجسم مملوء بالسائل اولا سواء من اخر مرة تشغيل او بوضع بعض السائل من فتحة التحضير بمعنى بمعنى ان انا بحضرها مرة واحدة فقط تمام تمام خطوات بدء تشغيل المضخة الطردة المركزية اول حاجة خطوات بدء تشغيل المضخة الطردة المركزية اشغل المحرك بتاع المضخة حتى يصل الى سرعة المضخة بفتح سمام التصريف تدريجيا حتى لا يزيد الحمل فجأة بضبط صمام التصرف على التصرف المطلوب وبفتح محبس وصلة مقياس الضغط طيب ايه الحاجات اللي لازم اخلي بالي منها اثناء تشغيل المضخة واحد السلوسة والنعومة في دوران المضخة المضخة تكون شغلة بنعومة وسلوسة اثنين انسابية الماء الزاهب الى صندوق الحشو ثلاثة عدم ارتفاع درجة حرارة اربعة احكام ربط صندوق الحشو بالطريقة السليمة وتصرف بتاع بيكون ستين نقطة في الدقيقة خمسة مراقبة تصرف ورفع ماء المضخة لما هو مقرر من قبل الشركة المصنعة لها سبعة خلول مضخة من الاحتكاك الميكانيك طب انا لو لجيت ان في احتكاك او سمعت صوت اوقف المضخة حالا اذا ما صدفت عطلا ولا تبدأ بتشغيلها الا بعد التأكد من اصلاح العطل النهاردة اتكلمنا عن التطور اللي حصل في الاجهزة او المعدات اللي احنا استخدمناها في رفع المياه كانت البداية ان الفلاح استخدم الشدوف تطور شوية الى الساجية وانتهى الحال بينا الى المضخات وتكلمنا بشيء من التفصيل عن المضخة الطردة المركزية وازاي بتشتغل وفكرة عملها والمصطلحات العلمية الخاصة بعمود السحب وعمود الطرد والجهد الاساتيكي وتكلمنا عن الشروط اللي احنا لاجب اللي احنا نراعيها لما نجي نثبت المضخة واثناء تشغيل المضخة الحلقة القادمة ان شاء الله هنكمل الكلام عن المضخة الطردة المركزية وهنتكلم عن المضخة الغاطسة اتمنى لكم التوفيق والى اللقاء في الحلقة القادمة